السلام عليكم ورحمة الله اليوم راح نتعرف على محفظة آيفون الجلدية معانا المحفظة اللي باللون الأزرق طبعاً سبب اختياري للون الأزرق هو أنه لون جوالي لونه أزرق فراح أفتح معاكم الآن العلبة وراح نتعرف على محتواها وبرضو راح نجرب المحفظة معكم طبعاً هي مصنوعة بالصين ولون الجلد هو عبارة عن الأزرق المحيطي خلونا نفتحها الحين طبعاً هذه المحفظة شكلها جميل وبديع وتحتوي على يعني مجموعة تعليمات وأوراق طبعاً هذه ما راح نستفيد منها معادة الآن خلونا نتعرف على البطاقة عفواً على المحفظة زي ما أنتوا شايفين من وراء موجودة فتح عشان تساعد في عملية يعني إخراج البطاقة وحسب علمي أن هذه المحفظة ممكن استيعاب ثلاث بطاقات في نفس الوقت لكن يفضل أنك يعني تستخدم فقط بطاقتين لأنها هذه تساعدك في استخراج البطاقة بكل سلاسة الحين نركبها طبعاً زي ما أنتم عارفين أنها تلتصق بالجوال بفعل المقناطيس بمجرد وضع بمجرد وضع المحفظة بشكل أوتوماتيك رح يعني تلتصق فيه ورح يعطيك زي السيغنال أنه في شيء تلتصق بالجوال أو الجوال رح يومض بالنسبة لك وهذا إشارة أنه فيه حاجة يعني التصقت بالجوال سواء كان عندك بطارية أو سواء كانت عندك المحفظة طبعاً زي ما أنتم شايفين اللون صراحتان بديع وجميل وهذا لو دخلنا البطاقة بالطريقة هذه وحاب أنك تستخرجها تستخرجها بالطريقة هذه طبعاً فيه ناس يتساءلون ليش أنا أحتاج بطاقة أو المحفظة بعض المرات أنت يعني تحتاج مثلاً البطاقة الحكومية فقط وبالنسبة الآن كل البطاقات الاعتمالية موجودة بالجوال فما تحتاج أنك تحمل كل بطاقاتك يعني الآن تستطيع أنك أنت تقوم بكل عمليات المشتريات عن طريق الأبل بي تحمل تحمل بطاقة أخرى القرض معين مثلاً أنت محتاج تحمل معاك البطاقة الحكومية وبالتالي طبعاً هذا راح يخفف عليك يعني أمور كثيرة يعني مثلاً أنت رايح في جولة سياحية معينة ما أنت بحاب تحمل كل بطاقاتك والمحفظة حقتك وكذا فحاب أنك تكون أمورك سلسة وتطلع بأخف وأقل شيء يعني بس تاخذ معاك اللي يلزمك فبالتالي تاخذ هذه المحفظة فخلاص جوالك وهذه المحفظة الصغيرة وبتحس أن الأمور سلسة معاك ولو قدر الله أن هذه المحفظة ضاعت فأنت راح تخسر بطاقة واحدة ما راح تخسر كل البطاقات الأخرى لأنك انتركتها في البيت طبعا في أغراض كثيرة أن ليش هذه المحفظة راح تكون مهمة بالنسبة لك وهذه الأمور تختلف من شخص لشخص آخر أنا بالنسبة لي أشوفها مفيدة جدا ويعطيكم العافية على المشاهدة